وأهلا وسهلا بكم من جديد تعرفوا يعني المكياج عالم كبير ومختلف ومتنوع نشوف اليوم قديش الصبايا صاروا يحبوا يستخدموا المكياج والألوان وحتى صيحات الموضة رح تكون معنا الدعاء اللحياري وهي خبيرة تجميل رح نتحدث اليوم عن كيف نهيئ بشرتنا إيش هي أفضل أنواع المنتجات مدة صلاحيتها أنا بعرف مرات بنفتح الإشياء بضل عندنا سنين في بعض الأمور مرات بكون 12 شهر 6 شهر سنة أو سنتين حسب كل منتج عم نستخدمه فخلونا نرحب بدعاء اللحياري وناخد منها العديد من النصائح بموضوع التجميل والمكياج تحديدا صباح الخير وهلو سهلا فيك الدعاء صباح الورد حبيتي أهلا فيك يعني دعاء بالبداية نتحدث كيف ننجهز بشرتنا لما نحط كريم الأساس أو الفاونديشن أو كيف ننجهز بشرتنا حتى نستخدم المكياج بشكل عام هلا الميكوب بالبداية لما الواحد يحط الميكوب ما بيحط دوري على البشرة لأن هذا الأشي كثير بضر البشرة بالبداية لازم نرطب وقبل الميكوب لازم نحط سنبلوك كثيرا بنات مش عم بحطوا سنبلوك قبل الفاونديشن الفاونديشن بتأكسد على الوجه مع الأشعة الفوق النفسجية وبصير عندهم دائما بحكي البنات مثلا فجأة طلع لي كلف فجأة نحرق وجهي فجأة مثلا طلع لي حبوب هذا الأشي كثير غلط لازم ترطيب البشرة لحتى تكون طرية مش على مثلا منحط الفاونديشن على بشرة جافة لما نحط السنبلوك بحمي البشرة دائما من الكونسيلر مثلا نحط نحط باودر من نحط فاونديشن وكيف نحط لبرايمر وهذا شيء مهم وعن بشوفه أنه كثير حتى بحمي البشرة غير بانت بك تطلعي هيك مخملي خلينا نحكي كمان بحافظ على البشرة هلأ في اشي كمان أنه الأغلبية بيعرفوا أنه لازم برايمر قبل الفاونديشن البرايمر كثير غلط كثير غلط نحطه فاونديشن قبل يعني مثلا الفاونديشن اليومي مستحيل نقدر نحط برايمر البرايمر شوفي شو بيعمل لك هو بسكر المسامات يعمل طبقة تسكير مثلا متتسكر المسامات بصير طلاح حبوب البشرة بترب فإحنا البرايمر ما منحطه غير مثلا للعرايس للناس اللي عندها حفلة مثلا بدها تعمل فول ميكوب البرايمر شكل يومي لأ ما منحطه بشكل يومي سيء بس مرطب نحط سنبلوك أما البرايمر يعني نحاول ما نحطه البنات بحبوه لأنه بيعطي الفاونديشن مثلا زي الأزاز بيعطيها البيب سكن فهذا اللي شكرا والله أنا هذيك اليوم بيحكوا لازم تصير تحط برايمر لا قوعك رح تخرب بشرتك تمام تفرى أنه إحنا شغولنا كمان منحط يعني نداوم ثلاثة أو أربع تيام بالأسبوع غير عن طلعاتك إذا تطلعي معنى نحاول أنه ما نحط حتى مكياج لما يكون في هناك بالحياة العادية قداش اليوم مهم كمان أنه نهتم ونتأكد من الصائح منشوفه على السوشال ميديا دعاء يعني نشوف الكل بفتو بموضوع المكياج ما هو هاي الكل عميح في موضوع المكياج فقدياش مهم مش أي حدا هلا أننا نأخذ منه النصيحة الصح صراحة هلا أخصائي البشرة مناخذ منها المعلومات الصحيحة والأغلبية دكتور البشرة يعني دائما في بنات مثلا بروحوا على صالونات بيعملوا أنا مش ضد بس أنه صالونات مثلا بروحوا بيعملوا تنظيف بشرة لواحدة ما بتعرف مثلا تعملوا بسهارة وبهيك هذا الشيء كثير غلط هذا الشيء كثير غلط لأنه البشرة يعني شيء كثير حساس زيه زي الشعر فبنا نحافظ عليهم شغلة ثانية أنه لازم كل واحدة مثلا خبيرة ميكب بتكون عندها خبرة يعني في مثلا الناس بتكون عندها خبرة أسبوع بالميكب بصير تحكي لك حطي هاي حطي هاي مثلا المسكارة الواتر بروف أكبر غلط نحط لأنها بتقطع الرموش جد إسمي كثير غلط إلا منحطها بحالات معينة الواحدة بدها تسبح مثلا العروس مثلا إذا الواحدة بدها تدمع فول ميكب لحفلة الأيام العادية مسكارة واتر بروف برضه مش منيحة لأنها ما بتروح بسهولة كثير أمية ما اليوم نشوف في استخدام الرموش الدائمة cual تضادها مثلا كل ثلاث أسابيع كأنها بتتغير أو حتى الإرموش individuals نضع وانا ذلك كما هذه ممكن تأثر على العين وعلى الأمثال الرموش على يسهل perimeterjaw用ه إنه كل يوم الواحد سأحبها العادي مشيها sü Nich roeth jako الشعر شعر بنحضها اللي بتعضه ثلاث أسابيع اللي بتحكي لك مصلا بتأثر على الرموش لأنها أصلاً كل رمش بدأتها رمش الثانية لما توقع في دورة حياة أصلا دورة حياة للشعر يعني كل 21 يوم تطلع الشعر فعادي اللي بتنزل ترجع بيطلع بدانها والأسبوعية الأسبوعية عادي يعني سهلة لأنه أصلا اللقلو تبعها مش ماكن زي اللقلو تبعها الثلاث أسابيع طب أنه تحدثنا بالموضوع كمان 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 بيأثر على الشعر في ناس بحطوا الهيرتوك الكريستال السكس دي حسب طبيعة الحدا اللي بحط في ناس يعني مبتدئة بتحط لك اللي قلوه الغلط اللي بس يفك كل كياب بيفك كل الشعر معها يعني بتحس لما تطلع الخصلي بطلع شعر معها يعني في ناس اللقم متمكنة وخبرة بهذا ما بأثر إذا كان منيح إذا رحنا عند شخص متمرس ما بأثر لازم بأي شيء من كان بالميكوب من كان بالشعر من كان بالبشرة ما نروح على أي حدا لازم نروح لحد المتمكن مش إنه صراحة نسترخص دائما بحكيها ما نسترخص بالسعر لحتى إحنا مثلا نروح على صالون وآخر إشي نندم مثلا بلون شعر بأضافر بميكوب فالواحد يعني يدير باله حاله بس مو في ناس كمان يعني في استغلاليين في استغلال كتير كبير يعني في مرات تفاوت كبير يعني بدنا نكون إحنا وسطيين دائما قداش كمان مهم اليوم نتأكد كمان من صلاحية المكياج اللي منفتحه بالبيت يعني ممكن عالبيت المكياج تروح لها 4-5-7 سنين في ناس 10 سنين دعون 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 فمثلا فقداش مهم كمان وين بيكون في الإكسبيري ديت أو تاريخ الانتهاء أو يعني كيف تتعامل معه بعد فتح المنتج هلأ فيه هلأ يس هلأ بيكون على كل علبة ميكوب لازم تكون هاي الصورة هاي الصورة مش إنه من لما تشتريها من لما تفتحيها يسنبين الصورة من لما تفتحيها فيه إشي مثلا شهر فيه إشي 6 شهور فيه إشي 36 شهر الفاونديشن ما بيعد كتير هو الأغلبية شفت الأشياء فيه أشياء مش لازم نمزح فيها مثلا الروج أوكي ممكن ها إنه الواحد كحلة بتخوّر يعني آه الكحلة مثلا المسكرة الفاونديشن فاونديشن إنه إذا تأكسد بعمل مواد مش منيحة قبدا تنحط على الشعر على البشرة اللي برضو الكحلة مثلا جوه العين المسكرة بالعين فيه أشياء ما بي نمزح فيها فإحنا دايما على كل عبنا نشوف هيك نتأكد لما فتحناها نحط عادي لو استيكر صغير نحط أمتى تريف إحنا فتحنا عشان نعرف أدي أمتى رح يصير صلاحية أمتى رح ينتهي بقداش اليوم حسب نوع البشرة بلازم نختار لها نوع فاونديشن أو كريم أساس معين يعني مثلا في عنا البشرة المختلطة الجافة الدهنية حدثينا هلأ في ناس بتحكيلك إنه أنا خلاص بدي أروح بس أختار فاونديشن من أي محل مثلا كوزماتيكس يلا بدي أخذ بدي أحطه على وشي هذا الأشي برضو مش تمام لأنه أنت لازم مجرد ما رحتي مثلا على أخصائية عيادة حكت لك بشرتك مثلا دهنية لما تروحي على الكوزماتيكس محل كوزماتيكس تحكي لهم بدي فاونديشن يكون للبشرة الدهنية يعطوك فاونديشن جاف يعني هو مات أما بدك تروحي مثلا بشرتك جافة تحط عليها إشي جاف تصير بتشقق يعني بصير الفاونديشن يبين أنه هيك مات وإشياء مش حلوة لما يكون مثلا دهني وتحط عليه فاونديشن البشرة الدهنية اللي بيكون كله أويلي برضو يصير يلمع يصير كثير يلمع والتيزون رح تصير أكتر طب اللي عنده التيزون شو بدو يعمل التيزون هاي يعني فيه في مشكلة أصلا بالبشرة وما منقدر نعالجها بس باستمرار تحط لها لوس باودر لوس باودر مش باودر عادي باودر العادي لأنه شوية تقيل منظل نحط لوس باودر اللي هو اللوس باودر زي الكمباكت باودر اللي هو البودرة العادية البودرة المسلا مش بتكون إنها المضغوطة المضغوطة أيها طيب اليوم نتحدث عن الألوان الدرجة أكتر مثلا نشوف اليوم الايلينر صار كتير ملون اليوم نشوف حتى المسكارة صارت ملونة فنتحدث عن هذا الأمر حلأ شوفي كل فترة هي بتطلع ترينب مثلا بالميكوب هلأ مثلا الايلينر بطل الايلينر اللي يكون كتير واضح مسكرة مثلا بنحطها مع كحلة نفس اللون ومسكرة تحت الرموش السفلية ياسم بنحطها نفس اللون اللرموش بطلت اللرموش اللي بتكون كتير كثيفة صار يعني نتجه للأشياء السمبل صارت أحلى صراحة حول حتى الألوان بطلنا مثلا نحط الشدول اللي بيوصل مثلا للدان لا أشياء كتير نعمة أشياء كتير نعمة يعني كل ما كان سمبل الميكوب كل ما كان أحلى طبعا حسب كل واحد طبعا ووظيفته كمان تلعب دور كمان الكنتور اللي منشوفه اختلف كان زمان نشوف الكنتور كتير يعني الخدود الحنك المرخير يوم نشوف أخف تواجد الكنتور على البشرة هلأ الكنتور الباودرة صراحة دائما يعني إذا بدنا نستخدم كنتور كريمة بيكون للعرايس بيكون للناس اللي عندها حفلة كتير تقيلة بالميكوب اليومي ما منحط كنتور كريمة منحط لأ كنتور باودر ياس وأصلا الكنتور يعني في ناسي كتير ما أخذ فكرة عن الكنتور أنه أنا بعملي عملية تجميل يعني بنفس الوقت إذا بدي أعمل كنتور أنه بتسوي لي عملية تجميل هذا شيء كتير غلط الكنتور هو بلعب بس بموضوع التصوير أو حدا يشوفك فيس توفيس أما مثلا من الجنب إذا بدي أزغر مثلا أنا في أكيد مش حيصغر فإنه بس لما تشوفي الشخص من قدام بيختلف مع التصوير طمان بيختلف فالكنتور يعني يعني كل مكان أخف كمان كل مكان أحسن أنا في ناس ما بيعرفوا سواء مثلا بدهم يزغروا هاي المنطقة بعرضوها بطريقة الكنتور الغلط فبننعرف كل واحد وجهه إيش هو بلعب الكنتور بتشوفي أنه الألوان الترابية هي الماشية هذا بالصيف يعني ربيع وصيف هذا الموتر هي ترابية ما بتروح هاي الألوان الأغلبية هلأ الأورنج الألوان مثلا الخمري هلأ طالع موضة الصيف هاي اللون الخمري مع أنه بالصيف ما بتطلع هاي هذا اللي استغربت خمري واللون الأورنج المحروق اللي هو يعني دائما صراحة ستاندرد والألوان البنيات الكنتور عم نشوف الميكوب الكنتور كتير حلو جوه العين صار كتير ألوان كحلة زمان كانت كتير درجة ألوان الكحلة للألوان حلأ برجع الدرجة بسؤال بلبك لكل عيون العيون الصغيرة مثلا المبطنة شو بدهم يعملون الألوان العيون شوف اللي صغيرة بلبق لها الألوان آه والله الأسود بدنا نعرف إذا بدنا نرسم أسود نحط كحلة جوه العين أسود بدنا بزخر مش دائما لما تكون نحط كحلة لحالها لما تحطي كحلة ومع رسمة كاملة تحت العين بتكبر لك إياها بس دكتير في ترسميها لما تحط أسود لحاله أكيد بختلف وألوان البشرة بإلها علاقة بالاختيار الألوان ولا بتلبق على الكل الألوان شوف إجمالا طبيعية يعني بس كل ما كانت البشرة فاتحة كل ما منخفف ألوان كل ما كانت البشرة غامقة من تبق الألوان يعني البيت صراحة ما بيلبق لهم الميكوب اللي كتير تقيل العيون ملونة ما بيلبق لها الميكوب اللي تقيل اللون الأسود البن الغامق فإحنا بدنا نعرف يعني في مثلا مرات زباين تيجي بتحكيلك أنه أنا بدي ميكوب كتير تقيل وهي بتكون لون عيونها مثلا خضور ومبطنين فهذا الأشي مستحيل فإحنا بدورنا مثلا كأخصائيات ميكوب نحكي لها أنه بدي لك هيك هيك طب سؤال اليوم نحنا كيف بدنا الواحد يدرس وجهه كيف بدنا يعني مش الكل بقدر روح على خبيرات تجميل مش دائما نروح حسالونات يوم إحنا كيف ندرس وجهنا كيف بدنا نعرف إيش البيناس بدي وجهنا أكتر شفيه هلأ إحنا يعني بزمان التك توك واليوتيوب وهذه الأشياء فسهل الواحد أنه يدخل اعمل سيرتش أشل بالبق لك مثلا إذا عينك مبطنة اعمل سيرتش أشل العيون مبطنة بالبق لها مثلا فيه كمان آي لينر للعيون مبطنة فيه آي لينر للعيون الواسعة بس بطريقة معينة فالواحد بده يختار مثلا إذا أنا عندي كثير مثلا خطوط تحت عيني ما أكتر الباودر إذا عندي مثلا مسامات كثير ما بنحط اللي هو اللي بيكون فيه لمعة فبدنا نعرف أشي نختار قداش كمان لون الشعر مع لون البشر مع المكياج بالعب دور كتير كبير لون الشعر هو أساسي يعني دائما الشعر الأشقر بده دائما ما بتقدري أنه تحطي مثلا شعر أشقر ودائما تكلوني مش حطة ميكب لأ بده الشعر الأسود عادي بيلبق له كله مثلا حطيتي أو ما حطيتي ميكب برضو البنات نفسهم فيه بنات مرات مثلا بيجوا أنه مش ملازمهم ميكب فيه بنات مثلا بحاجة فيه ناس بتعطيك عيونها فيه ناس متعودة على الميكب فلازم متضلها تحط ميكب فيه ناس ممتعودة بس المتعود مش متعود ما يتعود والله هو يفضل صراحة يعني الملامحة الطبيعية أحلى أبرأ الواحد بيكون قداش كمان اليوم الحواجب له دور كتير كبير نشوف اليوم بعريض مش عريض ألوان فاتحة ألوان غامقة بالجل يعني برضو صار له هيك عالم آخر أكيد هلأ الحواجب راح تمضت اللي بلوك اللي كنا زمان نعملها اللي بلوك التاتو اللي مثلا لون واحد هاي راحت تماما هلأ بس يعني أحلى إشي صراحة وأنا بشوف الإشي الكتير مناسب الطبيعي اللي هو جل للحواجب وبتمشطيهم وتخليهم مثلا رافعين لفوق وبطريقة معين ترسميها ممكن تعبي الفراغات لأنه الطبيعي مثلا إحنا عنا فراغات شوي بالحاجب فبتعبيها فالأحلى إنه ما يعني ما نرسم كتير أو شعر شعر دعاء بتشوفي فترة من الفترات يعني صار بتحسي البوتوكس والفيلرز والأشياء كلها يعني الحواجب وكله بكون مش طبيعي اليوم نشوف ناس رجعت للطبيعة أكتر نشوف رجعت للملامحة طبيعية قدش حد كمان بيساعد البنات للزيادة بثقة بنفس وأنه الموذل اللي حطوها بفترة من الفترات صار هوس عند البنات أكيد هلأ شوفي البوتوكس والفيلر أنا مش ضد مثلا لا أنا بحكي على الأوفر على الأوفر أكيد الأوفر شوفي إذا بديك تعملي كتير كتير يعني فيه بنات قاعدين بالبيت وأربع عشر ساعة مثلا بتطلع على السوشال ميديا هاي عاملة هيك بدي أعمل زيها هاي بدي أعمل زيها حتى لو ما كان بناسب وجهة للأسف في بعض الأحيان لا أغلط إنه إحنا خلاص مدام إحنا نشوف شو الإشي اللي لا بإنا كل بنت بلبق لها إشي معين مثلا أنا بلبق لإشي أنت ما بلبق لك صحيح فأكيد إحنا ما بدنا مثلا إنه نروح نقلد بطريقة غلط كل إشي اللي بناسبنا نعمله بيكون طبيعي حتى باستخدام البوتوكس والفيلر اللي بناسبنا الطبيعي والحلو والأهم إنه إحنا ندرباننا على الإشي الأساسي اللي هو بشرتنا وشعرنا وما نروح مثلا نتطرق لأشياء اللي هي بالعيادات وهي يعني إنكار لخانا نروح لناس مختصين نروح لناس مختصين ونعرف شو نختار لبشرتنا من مختصنا وإحنا بحاجة إذا بحاجة أو لا وهذا إشي كثير مهم دعاء بدنا نشكرك جزيلا لتشكر على تواجدك معنا اليوم دعاء وإن شاء الله هالنصائح سيكونوا استفادون منها الصباية اللي عم بحضرنا وإحنا مستمرين معكم في يوم جديد ولكن زي ما حكينا لكل أغنية لها حكاية لها قصة رح نروح لنا نتعرف على قصة أغنية دخلك يا زيزافونة فرح نتعرف على قصتها ونرجى عليهم جديد خليكم من